السلام عليكم الدرس الثاني في العبادات يتكلم عن صوم رمضان الأعذار المبيحة للفطر ومفسدات الصوم من رحمة الله سبحانه وتعالى أن فرض الصوم على من يقدر على آدائه وأباح الفطر لمن لا يقدر عليه ربنا تبارك وتعالى من رحمته في بعباده أن ربنا سبحانه وتعالى فرض الفرائض على مين على المستطيع فالصوم على مين على اللي يستطيع أنه هو يقضي هذا الصوم ويؤديه طب إلا ما يقدرش ربنا تبارك وتعالى جعل له أعذار أعذار تبيح له الفطر فين في رمضان لأعذار محددة وضحها الله عز وجل كما جاء في قوله تعالى إيهي الأعذار دي ومن كان مريضا أو على سفر فعدات من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يبع عندك في أعذار مبيحة المين للفطر إيهي الأعذار المبيحة للفطر أول حاجة فيها المرض ومن كان مريضا يمكن للمريض أن يفطر في رمضان إذا كان صومه سيؤدي إلى تأخر الشفاء شدة المرض الهلاك يبقى لو واحد مريض والصوم بتاعه ده هيؤدي أنه يأخر الشفاء بتاعه يبقى عنده جائز أنه يفطر لو إن شدة المرض المرض جديد عليه مش قادر أنه يتحمل المرض ومحتاج أنه ياخد علاك فوري ففي الحالة دي يفطر وياخد العلاك بتاعه الهلاك إنه ممكن الإنسان يموت ففي الحالة دي وياخد بالرخصة اللي ربنا سبحانه وتعالى شراها له إنه يستطيع إنه يفطر علشان ده لا يفضي إلى مين إلى الهلاك اللي هو الموت تاني حاجة من الأعذار المبيحة للفطر إيه أو على سفر فعدة من أيام أخر السفر دي مسافة لا تقل عن 83 كيلو نص اللي هي مسافة مين مسافة قصر الصلاة اللي هي مسافة مين السفر في الحالة دي الإنسان جائز له نوع إيه إنه يفطر ثالث حاجة العجز عن الصوم للضعف كبر السن يعني حد كبر في السن هو مش مريط ولأنه مسافر بس مش قادر عجز عن مين عن إتمام الصوم وأنه يصوم في الحالة دي ربنا تبارك وتعالى قال إيه وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين الناس اللي تعجز عن الصوم بتطلع فدية إيه طعام مسكين يعني هي بتفطر اليوم وبتطلع طعام مسكين عن كل يوم هي إيه هي بتفطر معنى يطيقونه أي لا يستطيعون صومه إلا بمشقة إيه بمشقة كبيرة زي مثلا شيخ كبير في السن أو امرأة عجوز ربح حاجة الحامل والمرضة واحدة حامل أو واحدة بتردى ده برضو من الأعذار المبيحة للفطر يمكنهما أن تفطر في رمضان إذا كان في صوم كل منهما ضرر عليهما أو على طفلها يعني لو كانت المرأة الحامل دي أو المرضع دي كان في ضر على هي أو على ابنها سواء كان في بطنها أو أنها بتردعه ففي الحالة دي يجوز لها نية إيه؟ أنها تفطر في رمضان وبعد كده أنها بترجع وتصوم الأيام دي بعد ما رمضان ينتهي يبقى عندي كام؟ يبقى عندي أربع أعذار مبيحة ليه؟ الفطر في رمضان المرض السفر العجزة عن الصوم لكبر السن أو أي فيه مشقة كبيرة جدا مش قادر أنه يصوم ربح حاجة الحامل والإيه؟ والمرضة يبقى المرض والسفر والعجزة عن الصوم والحامل والمرضة عايزك تاخد بالك ما يفسد الصوم ما يفسد الصوم كل ما يقوم به الصائم في نهار رمضان ويبطل صحة صومه مثلا أول حاجة فيما يفسد الصوم كل ما وصل إلى جوفه عمدا كالطعام والشرب والدواء وغيره أي حاجة توصل للجوف اللي أنت هتبتلعه عمدا يبقى يخرج عندي لإيه؟ إنسان ناسي أو إنسان سهى عليه الأمر ده كل ده مرفوع عن الإنسان الصوم بتوصح إيه؟ من أكل أو شرب ناسيا فإنما أضعمه الله وسقاء كالطعام والشرب والدواء وغيره أي حاجة من الحاجات دي لو نزلت إلى الجوف عمدا ففي الحالة دي أنت إيه؟ أنت الصوم بتاعك فسد يبقى أنت كده أفطرت تاني حاجة القيء عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقط يعني يرجع يصوم لإيه؟ اليوم ده طب القيء غير المتعمد برضو ما فيش منه مشكلة لا يبطل مين؟ لا يبطل الصوم والصوم بتاعه يكون صحيح يبقى من استقاء عمدا فليقط يرجع يقضي اليوم ده تاني بعد ما رمضان يخلص يبقى ما يفسد الصوم كل ما وصل إلى جوفه عمدا من طعام أو شرب أو غيره من أدوية أو غيره والتاني حاجة إن القيء ايه؟ القيء عمد ده برضو من مفسدات الايه؟ الصوم قضاء أيام رمضان الفائدة لأن صوم رمضان فرض على كل مسلم توفرت فيه شروط وجوبه فمن أفطر يوما لعذر إن هو كان مسافر كان مريض حامل أو مرضى أو غيره أو لفساد صوم وجب عليه قضاء ذلك اليوم فساد الصوم ده اللي هو عمل ايه؟ اللي هو أكل شيء شرب شيء عمل حاجة أقاء عمدا كل ده أفسد مين؟ الصوم بتاعه وجب عليه قضاء ذلك اليوم في غير شهر رمضان لقوله سبحانه وتعالى يبقى أنت بتقضي الأيام دي فين؟ بعدما رمضان يخلص أنت بتقضاه في الأيام اللي بعده يبقى في غير شهر رمضان لقوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يبقى الإنسان اللي عنده عذر في عدته من أيام أخر يعني في غير أيام رمضان يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يبقى قضاء أيام رمضان الفئدة بتبقى إمتى؟ بعد رمضان سواء أنت أفطرت بعذر أو لفساد مين؟ صوم أنت بتقضي الأيام دي بعدما رمضان يخلص تقضيها علشان ده ركن من أركان الإسلام لازم يبقى كامل إيه الحاجات اللي ما بتفسدش الصوم؟ هناك أمور إذا قام بها الصائم في نهار رمضان لا تبطل صومه وليس عليه قضاء يومي ومنها يبا أنت لو الحاجات دي حصلت لك أي حاجة منها أنت في الحالة دي أنت لسه صائم ما تفطرش ولأن أنت ترجع تقضي الأيام دي منها إيه؟ الأكل والشرب ناسيا وعليه أن يتم صومه لقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه ربنا تورك وتعالى شال عن الأمة إيه؟ الخطأ إن إنسان أخطأ إن إنسان نسى فمنها إيه؟ النسيان إنه هو أكل أو شرب وفي حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه وما استكره عليه يعني الشيء اللي أنت أكرهت عليه أنت لا يؤخذك الله سبحانه وتعالى عليه تاني حاجة استخدام فرشاة ومعجون الأسنان إنت استخدمت بعد مثلا الفاجر استخدمت الفرشاة أو المعجون وغسلت سنانك ما فيش فيها أي حاجة المهم إن إيه؟ ما يدخلش شيء للجوف ما يبتلعش أي حاجة منها إنما استخدامهم ما فيش في أي مشكلة المضمضة والاستنشاق في الوضوء من غير مبالغة إن إنت تتمضمض وبتستنشق في الوضوء بس ما تبالغش في الموضوع وإن إنت ما تحاول إن إنت ما يفضلش مية من المضمضة أو الاستنشاق سواء داخل الفم أو الأنف علشان ده ما يرجعش يوصل لمين؟ إن إنت تبتلعه مع إن إنت بتبلع الريئك ففي الحالة ده ممكن إنه يوصل فين؟ داخل الجوف حتى لا يصل الماء إلى إيه؟ إلى الجوف إن إنت تبتلع إيه؟ المية دي القيء غير المتعمد إن إحنا زي ما إحنا قلنا القيء العمد يفطر الإنسان ويفسد الصوم القيء غير المتعمد لا يفطر ولا يفسد إيه؟ الصوم يبقى ما لا يفسد الصوم أكل أو شرب ناسيا استخدم فرشاو مع جول الأسنان مضمضة واستنشق من غير مبالغة والقيء غير الإيه؟ المتعمد ما لا يفسد الصوم لكن يؤثر على ثواب الحاجات المكروهة إن إنت تعملها مكروه إن إنت تعمل لأن المكروه ده ما بيبطلش العبادة إنما بيأثر عليها ما بخلكش تاخد الأجر كامل إذا ارتكب الصائم المعاصي في نهار رمضان كالسخرية وإيذاء الآخرين فإن ذلك لا يفسد صوم يعني واحد مثلا سخر من إنسان أو شتم إنسان هل ده يكون مفسد للصوم؟ لأ بس ده بيأثر على إيه؟ على أجرك في الصيام كل عمل ابن أدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لكن يمكن أن يقلل من ثواب الصوم الذي يحصله إنت كده بتقلل إيه؟ الأجر بتاعك إن إنت طول النهار إن إنت بتسخر من ده إن إنت بتشتم ده إن إنت نظرت إلى الحرام عملت أي حاجة كل ده ما بيبطلش إيه؟ الصوم ولكن بيقلل مين؟ الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع يعني في واحد صائم ما فيش له من الصيام يعني له من الآجر ده إلا إنه هو جعن بس إنما هو ماشي يسبف ده أو يشتم ده أو يعمل كذا أو يضرب ده كل ده بقلل الأجر بتاعه كأنه هو بس جعن بس إنما ما أخدش حاجة ما أخدش أجر عند الله سبحانه وتعالى لذا فالأفضل للصائم أن يتعود على اجتناب المعاصي في رمضان كما يمتنع عن المفطرات في نهاره إنت بتمتنع عن حلال اللي هو أكل وشرب فأولى بك أن أنت تمتنع عن الحراب يبقى عند حاجات بتفسد الصوم ده إفساد خلاص أبطل الصوم عندك لإيه؟ كل ما وصل إلى الجوف إن أنت تلعت شيء أكلت أو شربت أو عملت أي شيء من المفطرات تاني حاجة القيئة عامت طيب في ما لا يفسد الصوم في حاجات لا تفسد الصوم إن أنت أكلت أو شربت ناسيا إن أنت استخدمت فرشاوة أو معجون أسنان المضمضة لاستنشاق من غير مبالغة القيئة غير المتعم وفي حاجات مكروهة أنت تعملها زي أنت ترتكب معاصي في نهار رمضان ده بيأثر عليك في الأجر بتاعك عند الله سبحانه وتعالى مش أطرق مواحد اختر مما بين القوسين ثلاثة أعذار مبيحة للفطر من الأعذار مبيحة للفطر عندك إيه؟ عندك الصحة؟ لا طبعا السفر من الأعذار المبيحة للفطر عدم الرغبة في الصوم لا مش من الأعذار المبيحة للفطر المرض من الأعذار المبيحة للفطر وكبر السن يبقى السفر والمرض وكبر السن نشاط رقم 2 صل بين ما يفسد الصوم وما لا يفسده عندي ده ما يفسد الصوم وما لا يفسده المضمضة والاستنشاق في الوضوء من مفسدات الصوم ولا لا ما لا يفسد الصوم بس ما تبلغش فيه الأكل والشرب متعمدا يفسد الصوم القيئة عمدا مفسدات الصوم الأكل والشرب ناسيا ما لا يفسد الايه الصوم من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاء استخدام فرشات ومعجون الأسنان إن لم يدخل شيء إلى الجوف ده طبعا ما لا يفسد الايه ما لا يفسد الصوم إن شاء الله نكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته